اشتركوا في القناة لقائد متجدد بكم في مادة اللغة العربية فمرحبا بكم أبنائي جميعا وحياكم الله وبياكم سنتحدث بإذن الله عن المعيار ثلاثة خمسة واحد النشاط الضمائر المتصلة الضمائر المتصلة والضمائر يا أبنائي كما تعلمون هي إما منفصلة وإما متصلة الضمائر المنفصلة هي التي تنفصل وتنقطع في الكتابة عما قبلها وما بعدها فلا تكتب متصلة بما بعدها ولا تكتب متصلة بما قبلها أما الضمائر المتصلة فهي التي تتصل أحيانا بما قبلها وكذلك بما بعدها نعم الضمائر المنفصلة يا أبنائي الضمائر المنفصلة التي تنفصل في الكتابة وفي الرسم عما قبلها وما بعدها هي ضمائر المتكلم ما هي يا أبنائي؟ أنا ونحن أنا ونحن وضمائر المخاطب يا أبنائي من يذكر لنا ضمائر المخاطب؟ أحسنتم أنت وأنت وأنتما وأنتم أنت للمخاطب المفرد المذكر أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة وأنتما للمثنى المذكر والمؤنث وأنتم لجمعي الذكور وأنتن لجمعي الإناث المخاطبات وكذلك يا أبنائي ضمائر الغائب ما هي يا أبنائي ضمائر الغائب؟ من يذكرها لنا؟ أحسن هو نعم وهي جميل أحسنتم وكذلك هما وهم هذه ضمائر الغائب إضافة إلى يا أبنائي هن هو للمفرد الغائب المذكر وهي للمفردة المؤنثة وهما للمثنى ذكورا وإناثا وهم لجمعي الذكور وهن لجمعي الإناث نعم الضمائر المتصلة سيكون حديثنا بإذن الله حول الضمائر المتصلة تكون يا أبنائي الضمائر المتصلة إما في محل رفع وتتصل بالأفعال فقط تكون في محل رفع موقعها الإعرابي الرفع وتتصل بالأفعال وتتصل بالأفعال ومن هذه الضمائر المتصلة التي هي في محل رفع واو الجماعة ألف الاثنين ونون النسوة ويا المخاطبة وتا الفاعلين هذه يا أبنائي الضمائر المتصلة في محل رفع ولا تتصل إلا بالأفعال واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة ويا المخاطبة وتاء الفاعل كذلك يا أبنائي من الضمائر المتصلة ما هو في محل رفع ونصب وجر ما يأتي في محل الرفع والنصب والجر وهذه الضمائر يا أبنائي تكون مشتركة بين الأفعال والأسماء والحروف فتأتي في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف في محل رفع وكذلك في محل نصب وجر وهي يا أبنائي ناء الفاعلين ناء الفاعلين يا أبنائي يأتي متصلا بالأفعال وكذلك الأسماء والحروف في محل رفع ونصب وجر كما سنذكر بإذن الله في هذا اللقاء كذلك يا أبنائي من هذه الضمائر المتصلة ما يأتي في محل نصب وجر ومنها يا أبنائي وهي التي تتصل بلا فعال والأسماء وكذلك الحروف وتتصل هذه الضمائر بلا فعال والأسماء والحروف وهي وهي يا أبنائي ها الغائب ويا المتكلم وكاف الخطاب ها الغائب يا المتكلم وكاف الخطاب تأتي يا أبنائي هذه الضمائر في محل نصب وجر وتتصل بالأفعال والأسماء والحروف أحسنتم نبقى أبنائي أولا وضمائر الرفع المتصلة ضمائر الرفع المتصلة نعم الضمير والمثال وموقع الضمير ما هي يا أبنائي قلنا ضمائر الرفع كما قلنا هي واو الجماعة واو الجماعة والمثال من يقرأ لنا المثال يا أبنائي أحسنت الطلاب ذكروا دروسهم ونقول الطلاب يذاكرون دروسهم الطلاب يذاكرون دروسهم أحسنتم يا أبنائي أين الضمير المتصل هنا واو الجماعة في الفعل ذكروا نجد أنه في موقع الرفع في موقع الرفع ويعرب هنا يا أبنائي فاعل في محل رفع فاعل وكذلك يذاكرون وكذلك يذاكرون واو الجماعة هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل أحسنتم ألف الاثنين ألف الاثنين نقول يا أبنائي اللاعبان لعبا بمهارة أو اللاعبان يلعبان بمهارة الضمير المتصل هنا يا أبنائي ألف الاثنين ألف الاثنين في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فاعل لعباء أي اللاعبان وكذلك يلعبان ضمير متصل في محل رفع فاعل أحسنتم كذلك يا أبنائي نون النسوة ضمير متصل في محل رفع في محل الرفع فنقول يا أبنائي في المثال المعلمات شرحنا الدرس أو المعلمات يشرحنا الدرس الضمير المتصل كما هو مشار إليه نون النسوة في شرحنا ويشرحنا ضمير متصل في محل رفع شرحنا الفعل شرح فعل ماضي ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل وكذلك يشرحنا نعم أحسنتم يا أبنائي يا المخاطبة ضمير متصل من ضمائر الرفع من ضمائر الرفع فنقول أنت يا المخاطبة أنت تطيعين ربك أنت تطيعين ربك وأنت تعلمي تعلمي العلم يا فاطمة تعلمي العلم يا فاطمة ضمير الرفع المتصل أين هو يا أبنائي مشار إليه باللون الأحمر في تطيعين يا المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل وكذلك تعلمي يا المخاطبة ضمير متصل في محل رفع في محل رفع فاعل وكذلك نا الفاعل نا تا الفاعل أسف تا الفاعل يا أبنائي أقول أنا أنا كتبت الدرسة أنا كتبت الدرسة وأنت كتبت الدرسة وأنت كتبت الدرسة فأنا كتبت تا الفاعل للمتكلم في محل رفع فاعل وأنت كتبت أيضا تاء الفاعل للمخاطب في محل رفع وكتبت كذلك تاء الفاعل للمخاطبة أنت كتبت أحسنتم يا أبنائي وبارك الله فيكم وهذه يا أبنائي الأفعال نلاحظ أنها تتصل فقط بالفعل تتصل فقط بالفعل وتكون في محل رفع وتكون في محل رفع وهي كما ذكرنا واو الجماعة ألف الاثنين ونون النسوة يا المخاطبة وتاء الفاعل ثانيا أبنائي ضمائر النصب والجر وهذه الضمائر هي هاء الغائب ويا المتكلم وكاف المخاطب وكاف المخاطب تأتي يا أبنائي أولا في محل نصب متى إذا اتصلت بالفعل إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب كما هو موضح في هذه الأمثلة فنقول في هاء الغائب ضربته ضربته وأكرمتها وجمعتهم ضربته هاء الغائب ضمير متصل يا أبنائي في محل نصب في محل نصب مفعولا به ضربته أنا الفاعل والضمير هاء الغائب في محل نصب مفعولا به أكرمتها كذلك الها هاء الغائبة في محل نصب مفعولا به كذلك هم إذن أبنائي هذه الضمائر أتت في محل نصب لاتصالها بالفعل كذلك يا أبنائي يا المتكلم يا المتكلم فأقول ضربني أقول ضربني ضربني الياء في ضربني ضمير متصل في محل نصب مفعولا به في محل نصب مفعولا به أحسن ضربني الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وضرب فعل ماضي والضمير ياء المتكلم في محل نصب مفعولا به في محل نصب مفعولا به كذلك يا أبنائي كافة المخاطر أو كافة الخطاب نقول في المثال ضربتك ضربتك وأكرمتك وجمعتكم نجد أن كافة المخاطر المفرد في ضربتك أتى هنا ماذا في محل ماذا في محل نصب مفعولا به في محل نصب مفعولا به وكذلك الكافة للمخاطبة أكرمتك في محل نصب مفعولا به كذلك وجمعتكم الكافة في محل نصب مفعولا به أحسنتم وبارك الله فيكم كذلك يا أبنائي تكونوا هذه الضمائر في محل نصب إذا اتصلت بحرف ناسخ والحروف الناسخة هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل تكون في محل نصب إذا اتصلت هذه الضمائر ضمائر الغائب هاء الغائب ويا المتكلم وكاف الخطاب إذا اتصلت بحرف من حروف نصب أبنائي فإنها تكون في محل نصب فإنها تكون بمحل نصب كما هو موضح يا أبنائي في الأمثلة التالية هاء الغائب أقول مثلا إنه إن حرف النصب والضمير هاء الغائب ضمير متصل في محل نصب اسم إن وكذلك إنها وإنهما وإنهم وإنهم وإنهن نعم وإنهن كلها يا أبنائي أتت في محل نصب آتت في محل نصب اسم إن في محل نصب اسم إن أحسنتم أحسنتم وبرك الله فيكم كذلك يا أبنائي يا المتكلم إذا اتصل الضمير يا المتكلم بحرف من حروف النسخ إن أن كأن لكن ليت لعل يكون يا أبنائي في محل نصب اسم إن أقول إنني إنني اليا اسم إن أو ضمير متصل في محل نصب اسم إن وكذلك كأنني ضمير متصل في محل نصب اسم إن جميل وكذلك يا أبنائي كاف الخطاب إذا ألحقت وأتت بعد حرف من حروف النصب هذه وحروف النسخ فنقول إنك إنك إنكما كأنكم ولعلكنا جميع هذه الضماير يا أبنائي متصلة أتت بعد حرف النسخ فنقول عنها ضمير متصل في محل نصب اسم إن في محل نصب اسم إن أو في محل نصب كأنكم في محل نصب اسم كأن وكذلك لعل كنا في محل نصب اسم لعل أحسنتم وبارك الله فيكم نأتي الآن يا أبنائي لضمائر النصب والجر ففي محل في محل في محل الجر إذا اتصلت الضمائر التي قلناها ضمائر الغائب هاء الغائب ويا المتكلم وكاف المخاطب تكون يا أبنائي في محل نصب محل جر إذا نعم إذا اتصلت وإذا ألحقت بالإسم إذا ألحقت بالإسم تكون في محل جر ونوضح ذلك يا أبنائي كما هو في هذه الأمثلة إذا اتصلت هذه الضمائر هاء الغائب ويا المتكلم وكاف الخطاب إذا ألحقت بالإسم تكون في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة فهاء الغائب نقول كتابه كتابها كتابهما كتابهم وكتابهن وكتابهن جميع هذه الضمائر يا أبنائي أتت في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة الها في كتابه وكذلك في كتابه وكذلك هاء في كتابه في كتابها وكتابهما هما وهذه كلها الضمائر يا أبنائي كما تلاحظون في محل جر بالإضافة لماذا؟ لأنها اتصلت بالإسم اتصلت بالإسم فتكون يا أبنائي في محل جر في محل جر وكذلك يا المتكلم كتابي معلمي وأبي ألحقت واتصلت بالإسم قبلها كتابي أليا ضمير متصل في محل جر بالإضافة وأليا في معلمي كذلك ضمير متصل في محل جر بالإضافة وكذلك اليا في أبي ضمير متصل في محل جر بالإضافة كذلك نعم أحسنتم وبارك الله فيكم نأتي لكاف الخطاب نأتي لكاف الخطاب فنقول كما في المثال الأمثلة الواردة قلمك وقلمك وقلمكما وقلمكم وقلمكنا نجد أن الكاف هنا لخطاب المفرد المذكر وقلمك لخطاب المفرد المؤنثة وقلمكما لخطاب المثنى ذكور أم إناث قلمكم لخطاب جمع الذكور وقلمكنا لخطاب جمع الإناث نجد أنها ضماعر متصلة في محل جر بالإضافة لماذا؟ لأنها اتصلت بالإسم لأنها اتصلت بالإسم فتكون في محل جر بالإضافة يا أبناء أحسنتم وبارك الله فيكم كذلك يا أبناء نجد أن هذه الضمائر أو نجد أن هذه الضمائر تكون في محل جر وهي هاء القائب يا المتكلم وكاف الخطاب إذا ألحقت واتصلت بحرف من حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي والكاف واللام والبام إذا اتصلت هذه الضمائر بحرف من حروف الجر هذه تكون متصلة في محل جر تكون متصلة في محل جر كما سنذكر بإذن الله في الأمثلة هذه ها الغائب نقول منه وفيها وعليهما ولهم وإليهم فمن حرف جر وكذلك يا أبناء في حرف جر وعلى حرف جر كذلك واللام حرف جر وإلى حرف جر جميع هذه الحروف قد اتصلت بالضمير الغائب الها فلأنها اتصل بها حرف جر فنقول عنها في محل جر في محل جر أحسنتم مبارك الله فيكم كذلك يا أبناء يا المتكلم يا المتكلم إذا ألحقت واتصلت بحرف من حروف الجر تكون في محل جر تكون في محل جر فقول مني وإلي وعلي إذا من حرف جر إلى كذلك حرف جر وعلى حرف جر قد اتصلت بها قد اتصل بها الضمير يا المتكلم فيكون ضميرا متصلا في محل جر ضمير متصل في محل جر يا أبناء وكذلك كاف الخطاب كاف الخطاب إذا اتصل بحرف من حروف الجر يكون في محل جر يكون في محل جر نقول منك ومنك وعليكما ولكم وفيكنا كل هذه يا أبناء الضمائر المتصلة أتت في محل جر لماذا؟ لأنها قد سبقها حرف جر قد سبقها حرف جر كما قلنا أحسنتم وبارك الله فيكم نبقى يا أبنائي لضمير الرفع والنصب والجر ناء الفاعلين ناء الفاعلين يأتي في محل رفع وكذلك في محل نصب وكذلك أيضا في محل جر كما سنوضع بإذن الله في هذا الجدول وفي هذه الأمثلة في محل جر متى يكون ناء الفاعل يا أبنائي في محل جر إذا اتصل بفعل وكان هو المسند إليه إذا اتصل ناء الفاعل بفعل وكان معناه مرتبط بهذا الفعل بمعنى أنه فاعل فنقول كتبنا الواجبة كتبنا الواجبة فالناء مسند إلى الفعل كتبنا وهو الذي قد قام بالفعل فناء ناء الفاعل ضمير متصل في محل رفع في محل رفع كذلك يا أبنائي إذا اتصل بفعل ناسخ إذا اتصلنا بفعل ناسخ يكون في محل رفع اسم الفعل الناسخ سواء كان أو أحد أخواتها فنقول أصبحنا مطمئنين أصبحنا مطمئنين الفعل الناسخ أصبح ألحق به واتصل به ناء الضمير المتصل ناء فكان في محل رفع اسم أصبح في محل رفع اسم أصبح كما هو موضح أمامكم يا أبنائي أما أن تكون يا أبنائي في محل نصب فإذا اتصل هذا الضمير ناء الفاعلين بفعل ولم يسند إليه بمعنى أن ناء ليس هو الذي قام بالفعل بل هو مسند للمفعول به الذي نعم والفاعل أبي هنا هو الذي قام بالفعل وليس ناء الفاعلين بل هي هنا ضربنا لم تسند ناء الفاعلين إلى الفعل ضربنا بل معناها أبي ضربنا أبي نعم فناء الفاعلين هنا يا أبنائي أتت في محل نصب أتت في محل نصب ضربنا أبي الفاعل أين هو يا أبنائي هنا الفاعل أبي الفاعل أبي أما ناء فهي في محل نصب في محل نصب ضربنا أبي والفاعل هنا أبي والفاعل هنا أبي نعم أحسنتم وبرك الله فيكم كذلك يا أبنائي يكون الضمير المتصل ناء في محل نصب إذا اتصل بحرف من حروف النسخ إذا اتصل بحرف من حروف النسخ يكون في محل نصب اسم ذلك الحرف إننا مخلصون إن حرف نصب ناء ضمير متصل في محل نصب اسم إن في محل نصب اسم إن وليس في محل الرفا أحسنتم وبرك الله فيكم أما في محل الجر فإذا اتصله بإسم إذا اتصل الضمير المتصل ناء الفاعلين اتصله باسم فسيكون في محل جر بالإضافة فنقول مثلا معلمنا وكتابنا ومسجدنا وبيتنا إلى آخره فمعلم مضاف والضمير ناء ضمير متصل في محل جر بالإضافة كذلك كتابنا أن ضمير جر ضمير جر متصل لماذا لأنه مضاف إليه لأنه مضاف إليه فأتى هنا في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة كذلك يا أبنائي يكون الضمير المتصل ناء في محل جر إذا سبقه حرف جر إذا أتى قبله حرف جر يكون في محل جر فنقول إلينا إلينا وكذلك من منا نعم إلينا أن طبعا يا أبنائي ضمير متصل في محل جر بالحرف إلى وكذلك مننا أن ضمير ضمير متصل في محل جر يا أبنائي إذن هذه هي يا أبنائي الضمائر الضمائر المتصلة ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر منها ما هي مشتركة بالنصب والرفع والجر كيف تأتي يا أبنائي الضمائر المتصلة في الاقتبار نقول مثلا أحببت لغتي العربية أحببت لغتي العربية الضمير في أحببت هل هو ضمير رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر نقول أحببت من يقول لي يا أبنائي هل أتى هنا في محل الرفع أم النصب أم الجر أحببت نعم أحسنتم مبارك الله فيكم ضمير في محل الرفع ضمير رفع كذلك نقول عليك بالعمل الصالح عليك بالعمل الصالح الضمير في عليك الكاف كاف الخطاب ضمير متصل هل هو ضمير رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر لاحظ يا أبنائي حرف الجر الذي قد سبق الضمير إذن سيكون في محل ماذا أحسنتم في محل جر سيكون في محل جر بارك الله فيكم أيضاً يا أبنائي نقول إننا درسنا بجد إننا درسنا بجد ليكون التفوق من نصيبنا من نصيبنا أستخرج من الجملة السابقة ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر نريد أن نستخرج من هذه الجملة يا أبنائي ضمير الرفع وضمير النصب وضمير الجر فأين هو يا أبنائي ضمير الرفع من يستخرجه لنا أحسنت أن في درسنا في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل وضمير النصب يا أبنائي نعم في إننا في محل نصبي اسم إننا في محل نصبي اسم إننا وضمير الجر طبعا يا أبنائي نصيبنا قد سبق بالاسم فيكونوا يا أبنائي في محل جر في محل جر بالإضافة وبهذا يا أبنائي نأتي إلى نهاية حصتنا هذه التي آمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما قيل فيها حياكم الله يا أبنائي وألقاكم في لقاء آخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة